السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني مشاهدي ومشتركي القناة الكرام اسعد الله وقاتكم بكل خير سمنت موديل 2011 ايرانية الصنع توجد هذه السيارات بكثرة في العراق واستكمالا لسلسلة فتح الفريس او المبخر او ما يسمى بالانجليزية بالإفابريتور ساشرح لكم في هذا الفيديو ان شاء الله كيفية اخراج الثلاجة واستبدالها لهذا النوع من السيارات تختلف طريقة اخراج الفريس عن السيارات الكورية تقريبا اذ يجب ان نقوم بتفكيك الديكور الوسطي الذي يضم كنترول التحكم بالتبريد والراديو وجهاز التحكم والإعلام الصوتي بعد ان نرفع هذا الاطار وكذلك رفع الكنسول الوسطي او الحصان ورفع لوحة العدادات التي تبقى ثابتة في السيارات الكورية بعدها تفكيك البراغي من الجانبين كل شيء بسيط بالبداية نرفع هذا الاطار بهدوء كي لا ينكسر بعد ان نقوم باخراجه نفكيك كل القطع الموجودة من ازرار الفلاشر وكنترول التحكم بالتبريد واخراج الراديو والجهاز الناطق بعد ازالة البراغي التي تثبت هذه الاجزاء يكون من السهل اخراجها ويجب ان نقوم بفصل الفيش ولماذا نقوم بهذا العمل في اغلب السيارات الكورية الجواب هو انه في السيارات الايرانية تكون هذه الاسلاك مرتبطة بالبدن وبالتالي لا يمكن اخراج الداشبورد ما لم نقوم باخراج هذه الاجزاء وفصل الفيش تماما عنها اما في السيارات الكورية كما قلت لكم لا يحتاج ذلك يمكن اخراج الداشبورد ويكون الراديو او الشاشة مثبته ولا نحتاج لاخراجها قطعة قطعة هنا ازالة البراغي من الجانبين واخراج هذا الاطار بعدها يكون كنترول التحكم في التبريد ايضا مثبت ببرغيين الايرانيين يحبون كل شيء زوجي برغيين صاملتين هذا هو كنترول التحكم بالتبريد نقوم باخراجه ونفصل الفيش عنه طبعا اجباري اخوان ان نقوم بهذا العمل بحيث تفكك كل هذه القطع اسهل طريقة لتفكيك داشبورد السيارات الايرانية وخصوصا السمند والبيجو هي هذه الطريقة المعتمدة في الورش كذلك فتح فيشة الفلاشر او الاشارة الرباعية اخراجها بسيط ايضا كل هذه الاسلاك والفيش تبقى بعدها نخرج هذا الجزء تفكيك اسلاك ايضا هنا تم اخراج كل شيء ونتحول الان الى الجانب من هذا الجانب اخوان تفكيك قطعة او وصلة الوبي دي تو لان هذه ايضا فيشتها او اسلاكها مرتبطة بالبدن بعض الاخوان يشكل علينا استخدام اللغة العربية الفصحة ويطلبون ان نتكلم باللهجة العراقية وقلت لهم انه القناة فيها متابعين ومشتركين من الدول العربية وخصوصا المغرب العربي من الصعب عليهم فهم اللهجة العراقية ولذلك ساستخدم مصطلحات قريبة الى اللهجة العراقية واتمنى من الاخوان ان يفهموا ما اقول وما انطق به هنا اخوان اخراج الصندوق هذا كاملا ايضا بواسطة برغيين وغطاء الفان ايضا نقوم باخراج هذين البرغيين نقوم بفتحهما حتى يخرج الصندوق وملاحظة مهمة انه نارة الصندوق فيها سلك او فيشة وسلكين مربوطان في العموت الوسطي يجب ان نقوم بقطع المربط حتى عند اخراج الداشبورد لا تنقطع الاسلاك هذه ملاحظة مهمة ويجب الانتباه لها بالنسبة لهذا الجانب العملية بسيطة جدا هذا المربط اخوان قم بقطعه حتى لا يبقى السلك مثبت في العموت عند اخراج الداشبورد لان العملية ليس كما في السيارات الكورية على الجانبين يوجد صاملتين تثبتان الداشبورد الجانب الايمن والجانب الايسر هنا يجب ان نقوم باخراج الحصان الحصان مثبت من الخلف ايضا بواسطة برغيين طبعا البراغي الانكي بالعراقي مثل ما يقولون هنا نرفع الهاند بريك وكذلك يوجد غطاء اسفل الهاند بريك حتى يكون من السهولة اخراج الحصان الى الاعلى نقوم باخراج الغطاء هنا ايضا براغي كيبس لاخراج الغطاء الجانبي حتى نتمكن من رفع الحصان الحصان العربي نرفع غطاء الجير ايضا بواسطة السحب الى الاعلى اعمالية بسيطة جدا اخوان وتعلم الى التفكيك وتركيب الدايش بورد صدق بالله مربحة جدا وفيها رزق ما شاء الله لذلك تعلم هذه التفاصيل مهم لكثير من الاخوة وخصوص وبعض فنين التبريد الذين للأسف يجهلون كيفية تفكيك الدايش بورد هنا اخراج سعص القير بواسطة السحب واخراج الغطاء ومن ثم التوجه الى الهاند بريك وايضا بالسحب اخوان كما تلاحظون طبعا انا اسجل الفيديو وبعد ذلك اضع الصوت لانه تعرف انه الصوت في الورشة ولكن اعتني بالتفاصيل وان شاء الله تعجبكم الان نقوم برفع الحصان لا اعرف ماذا يسمى في باقي الدول العربية حصان فرس الآن بعد ذلك نقوم بتفكيك فيشتين مرتبطتين بالبدن وبالكونسول الوسطي وهنا المحمل المحمل ايضا يوجد فيه براغي تثبيت جانبية يمكن ارخاءها فقط وسحب الداش بورد او اذا اردت ان تقوم باخراجها اذا اردت ان تقوم بتفكيكها انت حر او اما تقوم ب فقط فتحها بشيء بسيط وبالتالي سيخرج الداش بورد هذه هي المحامل الوسطية بينما في السيارات الكورية تكون مثبتة هنا هذه البراغي الجانبية اخوان برغيين جانبين او صاملتين ايضا نقوم بفتحهما ايضا قلت لكم انه يجب رفع هذا الصندوق الان اصبح الداش بورد تقريبا نجاهز للاخراج ما عدا لوحة العدادات والستيرنج هنا ازلنا كل شيء لوحة العدادات يجب ان نقوم باخراجها ايضا توجد فيها اسلاك مرتبطة بالبدل ولا يمكن اخراج الداش بورد ما لم نقوم بذلك العمل نقوم بخفض مستوى الستيرنج الى الاسفل لكي نفكك الديكور الخاص به واجباري ان نقوم برفع الستيرنج كاملا حتى نتمكن من اخراج الداش بورد على عكس السيارات الكورية التي يمكن ان نقوم باخراج الستيرنج كاملا مع الداش بورد لكن في السيارات الايرانية وبعض سيارات البيجو يجب ان نقوم بتفكيك الستيرنج هنا الديكور الخاص بلوحة العدادات مثبت ايضا ببرغيين نقوم برفع بهدوء حتى لا ينكسر لان وضع هذه السيارات والمادة التي تصنع منها الاجزاء للأسف تكون رديئة وسهلة الكسر لوحة العدادات مثبتة بثلاثة براغي نقوم بتفكيكها وبعد ذلك نفتح الفيش او نفكيك الفيش الخاصة بها فيشتين طريقة الفتح ايضا بسيطة يوجد كلاب لا اعرف ماذا يسمى في الفصحة نقلبه على الجانب ومن ثم اخراج الفيشتين للأسف بعض الأخوة تكون اللغة العربية الفصحة لهم غير مقبولة لا اعرف لماذا في التعليقات واحمد الله واشكره انه لا توجد اي تعليقات سلبية تردني ما عدا الدعوات الصالحة منكم واسأل الله ان يوفقكم كما تلاحظون اخوان لا يوجد شيء للتفكيك فككنا العدادات وهذه الفيش الخاصة بها اصبح الان لزاما علينا ان نقوم بتفكيك المقوة رفع الغطاء بسيط جدا تحت هوصام ولا مثبت تثبت الستيرينج البراغي من الجانب قمنا بتفكيكها كما تلاحظون الداشبورد اصبح محرر تقريبا فقط يعترض طريقة لوحة عفوا فقط يعترض طريقة عدلة الماسحات والاضوية اذا لم تتمكن من فتح الستيرينج من الاعلى يجب ان تقوم بفتحة من هذا البرغي وتكون العملية تقريبا اصعب قليلا اذا لم تنفتح معك هذه الصامولة وان شاء الله تنفتح لان تكون العملية اسهل تبدأ بالضرب على الستيرينج من اليمين واليسار حتى يتحرر وتقوم باخراجه هذه عملية تفكيك الداشبورد للسمن بالتفصيل بعدها نقوم بتفكيك العتلة الخاصة بالاضوية والماسحات تقريبا كل شيء اصبح او شك على النهاية من ناحية التفكيك كما تلاحظون اخوان الداشبورد لا يمكن سحبه لان هذه العتلة تعترض طريقة نقوم بتفكيك الفيش المتصلة بها فيشتين من الجانب بعد ان نفكك البراغي نسحب هذه العتلة اصبح الان الداشبورد محرر اي سؤال تودون ان تسألونه اكتبوا لي في التعليقات الان يمكن تحرير واخراج الداشبورد السيارات الكورية طبعا اسهل اخوان لان الداشبورد يخرج قطعة كاملة هنا سترون انه الفريس سيبقى في مكانه ملتصق بالبدن تحتاج الى اخ ثاني يقوم بمساعدتك واخراج الداشبورد هذه الفيش التي قلت لكم انه يجب ان نقوم بتفكيكها وخصوصا التي تكون مرتبطة بالداشبورد وبنفس الوقت بالبدن نقوم بقطع المرابط بعد ان نكمل العمل كاملا نعيد ترتيبها ولا تقبل في شي ان تركب مكانه اخرى الان فككنا الداشبورد كاملا واخرجناه وكما تلاحظون كل شيء بقى في مكانه يعني لا تحتاج الى اي شغل اضافي هذا هو المحتوى الذي يكون داخل الفريس او المبخر او الابابريتر وهو بيت القصيد طبعا نقوم بفتح الفريس لانه مثقوب او لانه فتحاته مزدودة ولا يمكن او وتكون قوة دفع الهواء ضعيفة من جانب المحرك اخوان يجب تفكيك الانابيب المرتبطة بالاكسبانشن ضارف او صمام التمدد وكذلك يكون مثبت بواسطة ثلاثة براغي هذا البرغ الذي ترونه تلاحظون البرغ هذا يجب تفكيكه ومن الجانب الاخر يوجد ايضا برغي هذا البرغ الثاني اذ لا يمكن اخراج الفريس الا ان نقوم بفتح هذه البراغي الثلاثة بعد ان نقوم بهذا العمل ونخرج الانابيب هذا البرغ الثالث الذي قلت لكم اخوان انه مثبت لفريس من جانب المحرك ايضا نفتح انابيب التدفئة اصبح الان الفريس جاهز ويمكن اخراجه يخرج كاملا اخوان مع الفان مع الفان فقط نقوم بسحبه وملاحظة مهمة جدا هو انه يوجد فقط برغي واحد يثبت المحتوى الذي يكون الفريس داخله هذه الفيش التي ذكرتها لكم نفككها ونبعدها عن الفريس هذا انبوب تفريغ ماء التكثيف وكذلك انابيب التدفئة نقوم بتفكيكها الان يمكن تحرير يمكن تحريرها الان بسهولة يحتاج لبعض الصبر اخوان العملية تستغلق تقريبا ساعة ونصف من العمل المتواصل في سيارة السمنت مما في السيارات الكورية تكون اسهل الان نخرج المحتوى الذي يكون الفريس داخله في هذا الصندوق يوجد الفريس او الثلاجة وكذلك المبادر الحراري الخاص بالتدفئة طبعا انصح باستبدالهما طريقة رفع او تفكيك الغطاء بسيطة ونقوم باحضار فريس جديد هذا هو طبعا اخوان تقريبا موجود في الاسواق ويعتبر نوعا ما جيد نقوم باخراج الفريس القديم فقط نفكك البراغي والكبسات من الجانب الاخر كما تلاحظون اخوان هذا هو الفريس القديم الفتحات مغلقة بواسطة الاوساخ نقوم بنقل الاكسبانشن فارف او صمام التمدد الى الفريس الجديد ولا انصح باستبدال الاكسبانشن فارف او تركيبه والفريس داخل السيارة لان تكون العملية تقريبا صعبة قم باستبداله وهو خارج المحتوى الخاص به اي نقوم بنقل الاكسبانشن فارف الى الفريس الجديد بعدها نقوم بتثبيته في مكانه لا يقبل الخطأ اخوان عملية التركيب بسيطة جدا استفد من هذه الخطوات تأكد ايضا من الفان بعدها نركب الغطاء الخاص بالفريس مركب اخوان بواسطة براغي هذا هو حساس الثلاجة او الافابريتور تمبيرشا سنسا سبق وان شرحته في حلقة او في فيديو سابق مهم جدا في عملية فصل الكمبريسر عندما تصل درجة حرارة الفريس قريب الانجمات الان قمنا بتركيب الفريس داخل السيارة كما تلاحظون اخوان وقمنا بتثبيته التركيب عكس التفكيك اختصرت في الفيديو بالنسبة للتركيب لان نقوم بارجاع كل شيء الى مكانه من فيش من اسلاك كل شيء يرجع الى مكانه ولا يقبل الخطأ تقريبا هنا قمنا بتركيب الداشبورد بقت فقط القطع وسنقوم بتركيبها تباعا وركبت كما تلاحظون اخوان اختصر بالفيديو حتى لا يطول وبقاء المقوة ساقوم ايضا بتثبيته يجب ان نحافظ على استقامة العجلات بعدها نركب الستيرنك هذا الغطاء يثبت بواسطة الكبس هنا اصبح كل شيء جاهز وسنقوم بتفريغ المنظومة وشحنها بالغاز وان شاء الله يعمل التكييف بصورة صحيحة لا ننسى تثبيت فيشة الOBD2 لانها تكون مهمة جدا في تشخيص اعطال السيارة تم شحن الغاز لم اظهر عملية تفريغ وشحن الغاز ان شاء الله اعرضها في فيديو منفصل اخر الان الوضع ممتاز درجة الحرارة بالانخفاض في الختام ارحب باسئلتكم واستفساراتكم في تعليقات الفيديو اسأل الله التوفيق والتيسير للجميع وخير دعم منكم هو دعوة صالحة لي ولوالدي في ظهر الغيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة